من ضمن فعاليات معرض الكتاب الدولي تقيم لجنة المرأة في جمعية المحامين يوم الخميس فعالية خاصة عشان نسلط الضوء على المرأة وقوانينهم ودعم الكتابات الكويتية رح نتعرف أكثر على هذه الفعالية وشنو ممكن تضمنها من النشاطات رح نرحب معاكم مشاهديننا بضيفاتنا اللي موجودين معانا بالاستيديو أعضاء لجنة المرأة محاميات حور الأحمد ونجلاء الحسن صباح عليكم بالخير يا هلا صباح الورد وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكر وهو إن شاء الله صباح النور صباح وخير يمكن الفيديو اللي قبل شوي شفناه مع المشاهدين هذه أحدى يمكن نقول مهام لجنة المرأة في جمعية المحامين وخلنقول هي تعتبر حملة توعوية أيضا وتعريفية لمهام هذه اللجنة لو نبلش معاك في البداية المحامية حوراء لنا سباب وجود هذه اللجنة هل شفتوا أنها ضرورية أن يكون في لجنة للمرأة نعم اليوم لجنة المرأة طبعا داعمة للمرأة وهناك كذلك معنا أعضاء من الرجال المهتمين بحقوق المرأة اليوم حقوق المرأة باختصار يعني عفوا بأنشر ثقافة أكبر من مفهوم الزواج والطلاق لأنه وايد ناس باعتقادهم أن حقوق المرأة تقف على الزواج والطلاق لا طبعا هناك في حقوقها بالعمل حقوقها من ناحية العنف من ناحية كثير أمور السكن فأحنا حابين من خلال لجنتنا نحاول نقير من القوانين المجحفة بحق المرأة وكذلك دعمها كونها يعني عضو بارز بالمجتمع وأساس من أساسات المجتمع يعني أنه أساس يعني دور المرأة وهي أساسا عنصر النسائي يعني موجود في نسبة جدا كبيرة في هذا المجتمع نجلة لو نتكلم حين إن شاء الله سيكون عندكم فعالية هذا الخميس في معرض الكتاب نعم مزيني شنو الفعالية رح تتضمن؟ فعالياتنا إن شاء الله يوم الخميس رح تكون تاريخ 22 رح يكون في بوث القصر رح يكون مكان اسم القصر بين قاعة 5 و 6 رح يكون إن شاء الله في أنشطة للكاتبات والكاتبين اللي بنجلة المرأة إن شاء الله رح يكون هناك مناقشات لكتبهم وراح يكون في بوكس وتكريم طبعا تكريم أعضاء لجنة المرأة من الكاتبين والكاتبات راحات لأي اقتراح يخص المرأة ليبون المجتمع أو الأفراد المجتمع نسلط وضع عليها كلجنة مرأة رح يكون في كورنر للأطفال أنشطة خاصة للأطفال إن شاء الله أنزل هذي أول مرة يقام مثل هذا النشاط بالنسبة لجنة المرأة؟ حج لجنة المرأة أول مرة لكن جمعية المحامين متواجدين بكل معرض كتاب بس كلجنة مرأة بوث خاص فيها أول مرة أنزل هتكون بس يوم الخميس؟ بس يوم الخميس قول اليوم؟ الفترة الصباحية والمسائية؟ نعم وكذلك من أهم هدافنا بهذا البوث تصليط الضوء على العنف ضد المرأة بما أنه 25-11 يوم مناهضة العنف ضد المرأة فرح يكون عندنا كورنر خاص بهالموضوع اللي حاب يكتب كومنت اللي حاب يحط استامب رح يكون هذا متوفر إن شاء الله كل واحد عنده يعني يلامس أنه هناك عنف يكتب كومنت وهذا رح يكون بالنهاية مثل معرض رح نعرضه بمركز إيماء النساء وكذلك رح نعرضه بجمعية المحامين مع فعاليتنا رح تكون فيه ندوة إن شاء الله يوم 25-11 والدعوة عامة كذلك إحنا نتمنى من النساء والرجال المهتمين بحقوق المرأة وأهم التعديلات اللي يجب أن تطرع على قضايا المرأة فعليا إيوا أن يحطون هذا اقتراحاتهم كلها بالبوكس وإحنا ندرسها جديا كأعضاء لجنة المرأة وندرسها من ناحيتنا وممكن يعني ننشئ فيها مشاريع بقوانيين ونقدر نعدل إن شاء الله من هذه حراحة يمكن شفنا قبل شوي بالفيديو يمكن كان بعض المحامين تكلموا في بعض مثلا المقترحات أو بعض الأمور اللي أنتوا تتمنون أن المرأة يكون عندها وعي أكثر فيها يمكن تناقشت موضوع التجميل وأن المرأة لما تراجع عيادة لازم تكون حطة في بالها أكثر من خطوة أيضا بالنسبة حق العقار وكل هذه الأمور ليش ركزتوا على هذه القضايا هل بناء على اقتراحات يتكم من المرأة أم لأنه شفتوا المرأة تستسل أو مثلا يعني قاعد تخفل عن هذه الأمور المهمة فأنتوا حابين تخلونا تركز عليها نعم أمانة هذه كانت هالفيديو كان أحد فعالياتنا كان معروض بالتعاون مع شركة السينما الكويت هي سينسكيب وجههم تحية خاصة طبعا اليوم فيه كثير أشياء يغفلون عنها فإحنا من خلال هالوامضات البسيطة حاولنا يعني نلامس مشاعرهم أننا يلتفتون حق لجنة المرأة بحيث لما نقوم بفعاليات مستقبلية يكون فيه إقبال منهم عشان نوعيهم بهذه الجوانب وخصوصا أن أكثر الأسئلة التي لنا كمحامين قبل لا تكون أعضاء بلجنة المرأة كلها بهذه المواضيع التي طرحناها نذكرهم مرة ثانية نجلة شنو كان الأمور اللي كانت موجودة في هذا الفيديو اللي كانت تيكم منها تساؤلات أو مو شرط بس بالفيديو أكيد عندكم تساؤلات كثيرة أكيد مثل القوانين الخاصة في قانون الأسكان اللي تخص المرأة القوانين اللي تكون مثلا يعني مجحفة بحق المرأة ويدينة تساؤلات مثلا يعني الدستور سوا بين المرأة والرجل في مادة 29 وفي بعض القوانين ما تكون موازية مع الدستور في الموضوع فنحن نسلط الضوء على هالمواضيع مثل المادة 153 من القانون الجزاء والمادة 182 هذولا كلهم ضد المرأة ومجحفة بحق المرأة فنحن نسلط على هالمواضيع يعني شنو اللي شفتي انه ضد المرأة ومحتاجين ان انتو تعدلونه المادتين اللي ذكرتين المادتين المادتين يكون عقوبتها عدام ومؤبد مع ان الدستور سوا بين المرأة والرجل بالمادة 29 يعني هذا يعني مثال من الامثلة اللي احنا نسلط عليها الضوء باللجنة المرأة نزيل انتو قاعدت تسلطون الضوء على بعض القضايا او تشوفون مثلا وين الثغرات اللي ممكن موجودة او وين يكون فيه عدم انصاف للمرأة نزيل خلال وجودكم في هذه اللجنة هل في كان اي مثل بادرة منكم فعلا شفتوا انه فيه مشكلة او محتاجين تعديل وتم تعديله شي اشتغلتوا عليه وبينت النتيجة عندكم نعم الله الحمد طبعا برأسة استاذة مونة الاربش دائما سباقة بهذه الامور ووجه لها تحية وجه لها تحية ايضا نعم خد صد كبير الموضوع بخصوص الاجراء اللي تخص الكويتية المتزوجة من غير كويتية هذا اهم احد الانجازات يعني الله الحمد وكذلك هناك قضايا قاعد نطرحها ونحاول نعدل فيها اهمها بخصوص العمل وسن التقاعد وكذلك بخصوص بيت العمر على قولتهم اللي تنشأ المرأة الكويتية وما يحدث له في حال بعد ما تتوفى وكل هذه الامور فاحنا الامانة قاعد ناخذ الامور الجدية بعين الاعتبار ونقدم فيها ان شاء الله شيء يفيد المجتمع ان شاء الله بما ان انتوا فعالياتكم قاعد تكون داخل معرض الكتاب فلكم اكيد دور انكم تدعمون الكاتبات الكويتيات وايضا المحامين اللي مهتمين في الكتابة شلون قدرتوا ترتبون هذه الامور هل انتوا شفتوا ان فعلا في نساء مهتمين في الكتابة عندهم كتب تتاهلون تسلطون الضوء عليها وايضا المحامين المهتمين فيها بالضبط احنا اغلب شيء رح يكونوا العضاء اللجنة هم الموجودين ورح نسلط الضوء طبعا على مؤلفاتهم رح يكونوا موجودين يناقشون مؤلفاتهم بيننا وبين الجمهور وان شاء الله رح يكون بعد استضافة لكتاب آخرين وطبعا في مواضع طبعا في ناس في نساء رح يكونوا متواجدين تكلمون عن اختصاصات معينة تخص المرأة كذلك يعني هو مو مجرد وجودكم في المعرض انه وجود تثقيفي لكن ايضا رح تكون في نشاطاتنا ممكن في متحدثين او محاضرين اي نعم احنا وجودنا ان شاء الله بيكون يعني من عدة جوانب توعوي تثقيفي اجتماعي انساني من جميع النواحي اليوم لمن انا اتكلم عن الكاتبات ما شاء الله كاتباتنا جدا مبدعات شفتهم انا ولامزتهم بالمعرض كون ان انا عندي اصدار فتقريبا مثل ما نقول بالعام عاشرتهم وشفت ما شاء الله ولامزت الابداع بنات الكويت مغربة عليهم ومع الكامل الاحترامي لبقية الجنسيات ولكنك أيضا نقول الدعم الكويتية و вторما هم من يصدارك pract sweets هناك منهم نخبة نزلوا بالمعرض اليوم لما اتكلم انا عن دعم الكاتبات الكويتية باي طريقة تكون انا اليوم اوقيهم شنو هو حق المؤلف القانون شنو كفلوهم من حقوق شنو هو اللي ممكن انه يسقط بعد فترة من زمن شنو هو اللي ممكن ما يسقط بعد فترة من الزمن شنو اللي ممكن انا اقدر احجز عليه شنو اللي ممكن ما اقدر احجز عليه كذلك أن نعلمهم أول خطوة يقومون فيها لتصديق كتبهم كذلك أن نعلمهم ما يتعاملون مع العقود وما هي الأساسيات العقد اليوم أنا متكلم عن حق المؤلف هناك حق للمؤلف هناك حق أدبي وهناك حق مالي للمؤلف الحق الأدبي للمؤلف مستحيل أن ينتقل الورثة لأنه هو إبداع فكري شخصي لصيق بشخصية الإنسان اليوم الحق المؤلف ما يصير الحجز عليه اليوم حق المؤلف الأدبي مستحيل أنه يسقط بالتقادم لكن لمن أي أنتقل للحق المالي هناك فترة زمنية اللي هي خمسين سنة يسقط حق المؤلف ويجوز الحجز عليه إذا كان هناك دائنين لهذا المؤلف كذلك ينتقل للورثة إذا توفى هذا الدائن فهذه كلها أمور نوعي فيها المجتمع وفي حال حدث أي انتهاك لهذه الحقوق اليوم نقدر نقول أن القانون أتارادع لمن ينتهك هذه الحقوق لمن يقلدها لمن يشطب أجزاء منها لمن يتعدى على أي مؤلف هناك قوانين صارمة جزائية وهناك قوانين مدنية بالتعويضات قوانين الجزائية قد تصل إلى حبس سنة وقرامة 500 أو إحدى العقوبتين وفي عادة تكرار هذا الفعل خلال الخمس سنوات ممكن أن تزيد من سقف هذه العقوبة كذلك نحن نتكلم اليوم عن الحق المادي اليوم أنا لمن أقير بمصنف أو أسرق عفوا وحطه وانسبه لي أو أتعدى على بأي شكل من الأشكال اليوم أعوض هذا المؤلف إذا رفع ضدي دعوة مدنية تعويض مادي وتعويض أدبي فكل هذا رح نوعيهم فيه ودعمنا الكامل لجميع الكاتبين طبعا وبالأخص الكاتبات بيكون إن شاء الله بوثنا ورح نستضيف أهم الكاتبات إن شاء الله ونتمنى من الجميع يقدم اقتراحاته في هذا الموضوع نعم يمكن حبرا يمكن هذا كان سؤال بس أنت تبكتيني في موضوع أن شلون ممكن نوعي الناس في ما يخص حقوق المؤلف رح أرجع لك أكيد في خصوص أنت كان عندك مشاركة أو كان عندك إصدار لكتاب لكن رح أستأذنش بس ربي أسأل نجلة يعني نجلة إحنا مثلا قاعد نشوف في بعض الكتب اللي هي كتب قانونية ممكن أنتوا تلجؤوا لها كمصدر لكم كمحامين لكن أيضا أكيد في بعض الكتب اللي ممكن أن تتاعد الناس في أن تكون عندهم بعض خلفية قانونية بسيطة هل موجودة هذه الكتب القانونية اللي تكون مصدر للتوعية مبسطة ممكن أن نحن نقدر نقراها ونفهمها بدون أن يكون فيها النصوص القانونية للأسف ما فيه بس فيه بروشورات نحن نحاول نطلع بروشورات قد ما نقدر أن يكون فيها تبسيط للقوانين يعني أي نشاط نسوي في جمعية المحامين أو خارج جمعية المحامين تابعة لنجلة المرأة نطلع بروشورات خاصة بالقوانين وتبسيطها ونفهمها أكثر للمجتمع أو للموجودين وطبعا نحن نقرا نسوي ندوات أول بول في جمعية المحامين هالأشياء بعد ممكن أنها تساعدهم أن يثقفون ويعرفون حقوقهم خاصة المرأة تمكينها وتعرف حقوقها من ناحية الاجتماعية الاقتصادية القانونية فللأسف ما في كتب بس نحن نحاول قد ما نقدر أن نوعيهم عن طريق البروشورات وعن طريق الندوات والورش العمل هل ممكن نحن نشوف باتشر بما أنه فعاليتكم تتضمن بعض الكاتبات الكويتيات أو ما أنا بنقول بس كاتبات أيضا في بعض المحامين اللي عندهم إصدارات هل أنتوا كلجنة أيضا أو تقترحون عليهم أن يليت لو كون عندكم كتب مثلا توجهونهم أنه ساعد الناس أن نبسط لهم هالمادة الفلانية أو يكون مثل دليل مبسط يعني هل الاقتراحات تحاولون أنتوا أنا أتمنى أستاذ النجلاء تصدر هذا الكتاب كونها مبدعة ما شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هي اللي تصدر لنا موسوعة مبسطة حق المجتمع إن شاء الله إن شاء الله نزين الآن أرجع لك حور بما أنه أنت عندك اصدار نعم الأصدار شنه هو الكتاب ديوان شعري ديوان حور آه يعني مختلف إيه تمام أنت تريد ديوان حور لا لا مختلف تماما طبعا حس الشعر ورثه عن والدي الله يحفظه الله يحفظه إن شاء الله من عمري 11 سنة وأنا أكتب بالأشعار فكان اصداري الأول هذا ديوان حور جزء الطيش وإن شاء الله فيه أجزاء قادمة أنت يعني في خلال تأليفت لهذا الكتاب وجهتش بعض الصعوبات للأمانة ما وجهتني صعوبات لأنه قاعدة أقول لك من عمري 11 سنة فكان عبارة أن بعض الأشعار الجديدة البقية كان من عمري 11 سنة إلى اليوم يعني يمعتيهم في الكتاب لأن أنا شوفي الشعر أحس إلهام ما أحس هواية عادية أن أنا أقرر أن أنا بكتب وأكتب فهو تراكم خبرات هو يعني موقف حصل لي والدي الله يحفظه دايما كان يقول لي الشعر مو بس قزل تقدرين تشعرين بالكويت أحلى قزل تقدرين تشعرين بأمك أحلى قزل بشخصية عظيمة أثرت فيك بالإضافة للقزل طبعا ما نخلى من القزل ولكن يعني كان عبارة عن مواقف مرت جدامي كان خبرات شفتها لامست أمور معينة من خلالها قدرت أنا أكتب هذه الأشعر من إلهام شاعر نعم لما أنت ترجعين حق كتاباتك لما أنت من 11 سنة لما الآن قررتين أنت تصدرين هذا الكتاب تغيرتي حور يعني شفتي أن أنا حور اللي كان عمري 11 سنة أو بعدها بشمسنا تغيرتي نضح شيء تغيرت كتاباتك للأمانة هو خط السير واحد وأنا كتاباتي ما أحب أحدها بسلوب معين ولكن السلوب صار أكيد أقوى وصار يعني استرسال والمصطلحات صارت أسهلي مع الممارسة طبعا نعم نجلاء لو نحن نتكلم عن رقبتكم وطموحاتكم في لجنة المرأة وين تشوفون لجنة المرأة ممكن توصل وشنو تحققون من أهداف؟ طبعا نحن طموحاتنا أن نواعي المرأة نمكنها طبعا تعديل تشريعي في القوانين المجحفة بحق المرأة هذه كلها من طموحات لجنة المرأة وطبعا هل أنتم تشوفون أن في بعض الأمور التي ساهمتوا فيها من أول ما صار في لجنة للمرأة ليل اليوم؟ شفتوا أنه ثعلا كان في نقص كان في عدم معي في جانب معين لكن من خلال عملنا في لجنة المرأة والله الحمد لله قدرنا نغطي هالموضوع شفنا أنه أثرنا في هذا الجانب وتركزون على الجانب الثاني قاعدت شوفون تلاحظون الفرق؟ هذا اللي قاعد يصير مع ندواتنا اللي قاعد نقيمها يعني قبل فترة سوينا ندوة للمحاميات المقبلات على مهنة المحامة كان الإقبال عليها جدا كبير واستفادوا المحاميات الصغار منها وطبعا غير النشاطات اللي تكون خارج الكويت طبعا رحنا شاركنا بنشاط خارج الكويت في البحرين رحنا حق المراكز المعانفات الموجودين بالبحرين ورحنا حق المجلس الأعلى للمرأة هناك وسوينا حلقة نقاشية بحقوق المرأة مقارنة بين حقوق المرأة في البحرين وحقوق المرأة في الكويت لخص القوانين وطبعا ينقصنا هنا في الكويت مركز إيواء المعانفات بقانون الأسرة 2015 نص على مركز إيواء المعانفات ولكن ما في للحين أي تنفيذ لهذا النص فحنا رحنا شفنا هناك الوضع ويت كان رحلة مفيدة واستفدنا منها ونتمنى تطبيق نص قانون إيواء المعانفات بالكويت إن شاء الله بالختام حور رح أخذ منك تذكرين والذكرين مرة ثانية المشاهدين فعالياتكم رح تكون متى وبأي قاعة وسعجهم إن شاء الله نتشرف بحضور الجميع ومثل ما ذكرت أختي نجلاء أن هناك في كورنر الأطفال يعني حتى الأم إذا بتي مع أولادها فرح تكون شاملة يوم الخميس 22 في فترة المعرض الصباحية من التسع للوحدة إن شاء الله رح نكون موجودين ومن الساعة خمس إلى الساعة تسع هم من في الفترة المسائية الضم فعالية العنف الضم دعم للكاتبات وكذلك اقتراحاتهم في بعض القوانين اللي حابين يعني إحنا الأمانة كان تركيزنا بداية الأمر داخل جمعية المحامين لكن حبينا نطلع برا عشان نشوف أفكار المجتمع ومن أي ناحية حابين يقيرونه أي قانون حابين طبعا رح نسوي إحصائيات إحنا عندنا ورح نحط حق الأمور الجدية أولوية طبعا في هذه الدراسات وإن شاء الله يشرفوننا الجميع في أرضنا إن شاء الله نتمنى أنكم كل التوفيق في هذه الفعالية يعني أنتم قاعدت تركيزون على جانب مهم نبي هذا الوعي من المرأة يمكن حتى لو كانت المرأة على قدر عالي من الثقافة لكن يمكن يكون عندها جهل لوحة بسيط من ناحية الأمور القانونية أيضا فنتمنى إن شاء الله من خلال وجودكم وتواجدكم أيضا هناك وهو يوم مثل ما قلنا إذا كنت مهتمة أنت تعرفين كأمرأة شنو ممكن القانون يحمي شنو بعض الأمور اللي عندش تساؤلات فموجدين أكيد مناتنا ما راح يقصرون في هذا اليوم يوم الخميس متواجدين في أرض المعارض كل شكرا لكم المحاميات كور الأحمد وأيضا الحمد ونجلاء الحسن على تواجدكم معانا شكرا لكم مشاهدين راح نطلع هذا الفاصل ونكمل حلقتنا بعد شوي